اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء معاكم أميرة شعراوي من قناة ميرو شعراوي لو زهقتي من البني التقليدي بالبيت والبصمات تعالي نعمل مع بعض حاجة جديدة وبتعمة مختلف وهي البني بالشيتوس إحنا عملنا مع بعض هنا في القناة قبل كده الماكرونة بالوايتسوس والشيتوس وكانت عماها تحفة جدا والحية عجبت كل اللي جربوها إحنا بنحاول ندور على أي فكرة جديدة تفرح الولاد وخصوصا هم بيكلوا قبل ما نبدأ مع بعض الفيديو بفكرك بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصل الكل جديد تعالي نشوف الطريقة ونقول بسم الله الرحمن الرحيم يستحسن في وصفة النهاردة أستخدم بني مش صدور ويكون متقطع شرايح رفيعة زي ما احنا شايفين علشان ما ياخدش وقت كتير في السوى التواب بتاعتي بالمعلقة الصغيرة نص معلقة بابريكا معلقة صغيرة ملح نص معلقة فلفل نص معلقة جنزبيل ونص معلقة تواب الفراخ ونص معلقة بصل بودر هنزل بيهم على الفراخ بتاعتي وهقلبهم مع بعض كويس قوي قوي لازم اتأكد ان البني كله اتبل بالتوابل اللي احنا نزلنا بيها اتغلف يعني كويس بالتوابل بتاعتنا بحب دايما اني انا انزل نص كباية مية صغيرة علشان خاطر البني كله يتنقع في التوابل بتاعتي لما بعملش كده ساعت بحس ان التوابل مش متوزعة كويس جبت كيس شيتوس اللي هو ابو خمسة جنيه ده وحطيته في المطحنة او الكبة ويطحنته بنزل عليه بمعلقتين من النشا معلقتين صغيرين علشان خاطر تخلي الكوفر الخارجي او الشيتوس ده كريسبي اكتر يعني بيدي كده ارمشة اكتر اه معايا بداية هنزل عليها ببقء من اللبن وهقلبها مع بعض كويس بعد كده هنزل برشة بسيطة من الفلفل الاسود ما بقطرش بقى التوابل عندي هنا لان البني متابل كويس قوي بكل حاجة انا مش محتاج ان انا تاب اللد دقيق ولا البيض ولا الكلام ده كله خلاص اه معايا هنا دقيق ابيض عادي جدا اه بجيب بقى البني بعد ما دخلته التلاجة لمدة حوالي نص ساعة بعد كده بعفره بالديق او بغلفه بالديق ودي هتكون الديق ده معلوش اي حاجة زي ما قلنا ديق ابيض دي هتكون اول طبقة بعد كده هشيله من الديق وحنزل بيه في البيض واتأكد ان هو برضو اتغلف بالبيض كويس قوي هاخد بعد كده قطع البني وهنزل بيها في الطبقة الاخيرة او الكوفر الخارجي خالص وهو هيكون الشيتوس طبعا الشيتوس ده هو بديل البقصومات وممكن استبدله بالدوريتوس ممكن ازوده مثلا معلقتين من اللي هو الكورنفليكس مثلا لو انا عايز ازود الكمية لان الكيس بتاع الشيتوس ده ما بيعمليش اكتر من ثلاث او اربع قطع اه فهو الحقيقة يعني علشان خطر لو انت عايز تكملي يعني وتعملي مثلا نصف كيلو ممكن بها تحطي اه زي ما قلتلك كده كورنفليكس مطحون بقصومات مطحون علشان خطر يكتر لك الكمية هكرر الموضوع ده الاول الدقيق وبعد كده في البيض واللبن وبعد كده اخر حاجة خالص هنزل بها في الشيتوس انا دلوقتي هعمل اربع قطع بس موقعا هاخدهم بعد ما خلصتهم وهدخلهم التلاجة لمدة نصف ساعة او آآ ربع ساعة في الفريزر ده اللي بيحافظ على الطبقة الخارجية بتاعتي ان هي آآ ما تقعش جبت زيت بعد ما سخن معايا على النار وطيت النار وخليتها متوسطة بعد كده نزلت بقطع البناء بتاعتي آآ عملية ان انا بدخل البناء التلاجة او الفريزر بعد ما آآ يعني بعد ما اغلفه بالبقصمات او بالشيتوس او باي حاجة ده اللي بيساعد ان الطبقة الخارجية بتاعتي ما تقعش في ناس اول ما بتنزلو في الزيت او اول ما بتبدأ ان هي يعني تمسكو بعد كده وتقطعو تلاقي الطبقة الخارجية وقعت على طول ده بيكون سبب ان انت بعد ما تبلتي مدخل دهوش التلاجة او الفريزر علشان الطبقة تمسك فيه آآ بنزلو على النار وبسيبو حوالي خمس دقيقة على الوش ده وبعد كده بقليبو اسيبو خمس ده على الوش التاني اللي انت شايفاه غامق ده ده لان هو اصفر غامق فلما نزل في الزيت الداني اللون ده مش حرق ولا حاجة خلاص برضو انا سايبة النار متوسطة وبعد ما سبته خمس دقايق من ناحية دي وخمس دقايق من ناحية دي هبدأ بعد كده ان هطلعو على مناديل مطبخ حابة ان انت بقى تكليم مع الرز الابيض او مع المكارونا مفيش مشاكل انا النهاردة هحطه للولاد في صندوتيات علشان دايما الولاد بتميل للصندوتيات اكتر خلاص الحشوة دايما هتبقى اختياري على طول عايزة بقى تحطي شرايح بصل شرايح طماطم مايونيز طحينة اي حاجة اه بصوا انا ورته لكم من جوه هو اه ما شاء الله مستوي وبعدين اه بصوا بوريكو كمان ان الطبقة الخارجية مسكة فيه كويس قوي وما وقعتش حطيت الخص والبنيه وشرايح الجبنة وحدخله بس المايكروييف اه يعني نص دقيقة تقريبا علشان اجيبنا تسيح وانا كده خلاص خلصت الفيديو بتاعي اه وصفة ان شاء الله هتعجبكم جدا طعمها جديد ومميز هتعجب الكبار والصغيرين وان شاء الله اشوفكم في الفيديو القادم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته